اسم النادي الاهلي طبعا اسم كبير وفيان كبير يعني بيبقى جاذب للولاد وطبعا انجازات الانتصارات النادي الاهلي بالسنين الاخيرة وطول عمر النادي الاهلي من 1907 يعني انتصاراته على مدار كل السنين بتبقى جاذبة للولاد ان هم يبقوا عندهم امنية ان هم يمثلوا النادي الاهلي ان احنا عندنا طرجة عاديين نحققه ان احنا نمسح كل المحفظات جمهورية مصر العربية وبقى ما اثرناش في ان احنا عملنا السرش الصح وان شاء الله يبقى النتاج بتاعه يعني كبير ان شاء الله هي اي حاجة في الدنيا الاول حاجة تبص عليها الموهبة اذا الموهبة موجودة وبعدين المقارنة باللي موجود عندك ممكن يكون اقل منه شوية بس يعني فيه نظرة انه لما يعني تشتغل معاه تحسن ويتطور ممكن ناخد حد اقل من اللي عندنا بس فيه نظرة انه هو يبقى ام كانت الجسمانية كويسة يعني عندنا المرحلة اللي هي السنية الصغيرة دي اللي احنا بدانا فيها النهاردة من 2018 ل2013 يعني فيه كم جي كتير بس يعني اللي ادانا بادرة يعني هما ولدين من 2014 ولسه البقى حنشوفه برا ان شاء الله ونقدر نحكم عليهم يعني عشان طبعا احنا نتعرف انه بيحصل فيه مفاضلة حسب تعمل الاتفاق مع الكابتين احمد ناجي بنعمل مفاضلة طبعا عن الولاد اللي احنا اخترناهم في قاهرة مع الولاد النادي فطبعا بناخد الاصلح يعني اهم حاجة في السن الصغير ما بيبانشوا قوت ولا ببانشوا صراعيته هي بيبان حاجة واحدة زلال الولاد بيفكر او مفكارش كنت طلوله ايه اه يمكننا شغالين كلنا شغالين على الجزئية دي بتعلمات طبعا عن كابتن بادر اه اللعاب الزاكي بيفري معنا جدا اه دي مهما جدا بالنسبة لنا في الانتخاب الزاد احنا عاملين حاجة جديدة كابتن بادر عامل حاجة دي 2018 تحضيري 3-4 عصينين قبل الناس كلها احنا بنشغل الجزئية دي مهما بيجبا بالنسبة لنا احنا بنشغل حتة ازاي الولد يبقى زكي فالولد الزكي ده نمر واحد في اختيارات احنا وصلنا امبارح بدأنا الشغل الساعة سبعة النهاردة بدأنا بالمواريد الصغيرة 2018-2017-2016-2015-2013 وهنكمل بكرا ان شاء الله بإذن الله من 2012 ل2007 ان شاء الله بإذن الله هو كابتن بادر طبعا بدي تعليمات السن الصغير اول اللي هو 2018 دوت في معايير معينة بنختار على اساسها بس في البداية احنا بنعمل حوالي 3-4 دقايق بنعمل سنسي بول بعد كده بنعمل دريبلينج بالكورة وبعد كده في حوالي 10 دقايق بنعملها تأسيمة عشان نستكشف المواهب في السن ده مهم جدا ان احنا نختار لعيب يمسل شخصية النادي الأهل دي مهم جدا في لعيب كورتر القضب ان شاء الله بإذن الله نتمنى لهم التوفيق وانهم ان شاء الله بيزلي مهم يكونوا بيكواسين بعد كده مع الفيرغ ان شاء الله بيزلي الاشراءية مميزة جدا باللاعبين فيها لعيب موازية جدا السان اللي فاتت الكابتن شاطا اختر لعيب مميزة جدا من عندنا شاركه في منتخب الأكاديميات وفي مجموعة مننا اللعبة باسم الكطاع مت recreة القاهرة فيها لعيب موازية جدا في شراء عندنا وعشان كده اختروا الشراء أول محافظة لعمل اختبرات فيها موسيقى موسيقى